معاناة متجددة يعيشها أهل ناحية النهروان الواقعة الشرقية بغدادة منذ أشهر اتشهد أزمة قطاع مياه مستمرة انعكست أبعادها على حياة السكان فهنا يصعب الحصول على المياه الصالحة للشرب أو حتى للاستحمام كل 15 يوم كل 16 يوم يطوننا يا يوم ويقطعونا والله ما يرضى بالماء ما يوصخ ما يخايص حتى والله نسبح بي جسمنا يضلي حكنا وين عايشين احنا بيا زمان بيا دولة ليه شيك هسا من الوحدة ليه هسا راح اروح للبيت مال قمي ليه شيك باق علينا هسا احنا ب2021 انت تستحي تقل لبيتنا بالنهروان يقلك شون عايش يعني تستحي تقل والله العظيم بالقرار الساحة قل لبيتنا بالنهروان يقلي شون تبقى عشر يوم بلا ماء شون انتهي يعني شون باقي يعني وضعيها تعبانة يجيبوا الدنكر الصير دنكر دي كان بخمسة هاي دبة شبيرة زي العمل ماكو منطقة فقيرة منطقة منكوبة عمرها 40 سنة وهي باحد بحالة محد جاي سونا شوفوا في وارحة وصور الوراء شوفوا في النار هذا سواء النخيسة خيسة سونا مو سونا نهار ما يجوبون لأ سونا خيسة بنرصها والله بلو والقرآن بلو ها سوارة بالدنكر ركضوا من الصبح للعسر ما حصلت لها دبتين هيت وحق هو الأكبر وما عجيبة توصل بيه في دول شاربك في دول قلبك يما عيون انت فوق فلوسك تواصل خلصت حتى قلبنا والله يا يما هاي دبه هيت بل في دينار التانك الشبير مثل هذا بخمسة ليش ما يدرون يدرون كلهم يدرون كلهم غمضين يدور بس ما لا توقع فيه الغضب الموجه إلى المسؤولين الحكوميين يغذيه تمثيل بعض النواب للناحية في البرلمان الحالي تمثيل لا يصب إلا في الفساد الحكومي المستشري يقول لسان حال السكان المحرومين من أبسط الخدمات الضرورية بسن 2021 عالي بيار ردينا مثل قبل ثلاث برلمانيين عدنا كل شي ما يسوونا وهاي الوضعية تشوفها لا مي لا كرهبة لا خدمات شي نريد بعد ما تقل لي شي نريد بيوم يا بس أولنا حيل ماكو بشرفك كل واحد وعشرين يوم لوك الشهر يالله يجيك مي ويجيكم ماحد يجيكم ماحد وين صايره هذا المي يطأشر هنا العفو هذا المي جاي يطأشر هنا ما أخذ على سكر من يمه أو طاه الدفاعي محوث مين اللي قدام والنهروان ماحد يسأل عليها عدنا ثلاث برلمانيين وكل شي ماكو المحافظة جامعة سوشي حتى الناشطين مع النهروان الراحم وعلى العظم أبرموا على سوتية وناسكت وفي حين تتنوع أسباب أزمة انقطاع الماء في ناحية النهروان وغيرها من مناطق بغداد ما بين الإهمال والفساد الحكومي والتجاهل المتعمد فضلا عن الصراعات بين أقضاب ومسؤولين كبار في أمانة العاصمة يبقى المواطن الضحية الوحيدة لهذه الأزمة المزمنة من دون حلول حكومية جدية تضع حدا لمعاناته